الحديث عن الضرائب ممتع برضو يا جماعة او الله شوف انا كل ما بضرائب تزيد انا من الناس اللي تنبسط قولي ليه اصل الضريب هو طبعا الضريب ما زادتش يعني بس انا من الناس اللي بتشجع ما نزود الضرائب يعني ليه في النهاية خالص انا ببص على بلد مثلا مثلا كده زي انجلترا الضرائب فيها شرائح طيب بتصل فيها اعلى شريحة في ضرائب على الدخل 45% حلو يعني مو صلاح بيدفع 45% من الفلوس اللي بتكتبله في العقد ده كده وش 45% دي يعني خدمات 45% دي يعني انا اشوف قدامي حياتي منورة يا سلام لما يجي يومي بقى في كده اقولك يوسف عاوز تشجع زيادة الضرائب يا ابني ما هبتنعاكس عليك طب خلونا نحاول نتكلم اكتر عن الضرائب وحاجة اسمها قانون التجاوز وده مهم جدا مع دكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب منورنا دكتور اهنا السلام بحضرتك وباستاذ المشاهدين سعيد جدا انا مع حضرتك النهاردة علشان نتكلم عن الأمور المرتبطة بالضريبة وخاصة قانون التجاوز باعتبار ان قانون التجاوز وانهاء المنازعات الضرائبية هو حديث الساعة في الوقت الحال في مصلحة الضرائب صحيح ايه بقى قصة قانون التجاوز عن فوائد التأخير هو الحقيقة ان احيانا بيبقى الممول الضريبي بيستحق عليه ضريبة سواء كانت الضريبة دي ضريبة كما مضافة او ضريبة نبيعات سابقا او ضريبة دمغة نسبية او قطعية او ضريبة مرتبات او ما في حكمها او ممكن يستحق على الممول ضريبة واجبة الاداء سواء كان ضريبة مرتبطة بالاكرار او ضريبة مرتبطة باتفاق لجنة داخلية او لجنة طعن او حكم محكمة او لجنة اعادة نظر اي استحقاق ضريبي على الممول وعدم سداده وتأخره في السداد بيترتب عليه فوائد تأخير او ضريبة اضافية على حسب نوع الضريبة ففي بعض الاحيان فوائد التأخير والضريبة الاضافية نتيجة تأخر الممول لسداد الضريبة بتراكم السنوات بتزيد تلك الفوائد وضريبة ممكن توصل انها تساوي اصل الضريبة نفسها او تزيد عن اصل الضريبة ونظرا لي الظروف الاخيرة اللي حصلت في الدولة المصرية وخرجنا من اكتر من ازمة زي مثلا كورونا او الحرب الروسية على اوكرانيا ده ترتب عليه ان لازم كانت الدولة المصرية تعمل تسهيلات للممول الضريبي بحيث ان تساعده على ان هو يحدد مركزه الضريبي بشكل سليم ويسبت الاستقرار الضريبي عنده فصدر قانون 153 لسنة 2022 دموجة بالقانون ده هنلاقي ان الممول بنتجاوز عن 65% من الضريبة الاضافية او فوائد التأخير وده مش هيتم الا لو اتوفر شرطين مهمين جدا ان لازم يسدد اصل الضريبة اللي هو اصل الدين قبل 31.8 20.22 وال35% الباقيين من فوائد التأخير يسددهم حتى 1.3 20.23 وحالي 28 اللي أنا في ده 31.8 يعني اخرنا بعد 4 ايام بالضبط كده طب عشان افهم اكتر انا والاخ المواطن لو افترضنا ان انا علي فوائد وغرمات مثلا 100.000 واسدد منهم 65.000 بس ال65 دول هسددهم لحد مارس 23 طب خلينا اوضح المثال اكتر نتخيل مثلا ان الممول عليه مليون جنيه اصل ضريبة المليون دول نتيجة انه ما سددهمش في المواعيد البحددة ترتب عليهم فوائد 500.000 ماشي انا بقول للممول سدد المليون جنيه قبل 31.8 ده كده اول حاجة تمام وانا هتجاوز لك عن 65% من ال500.000 حلو اوي تمام كده بشرط ان الباقي 65% الو 35% الباقيين يدفعهم على 6 شهور نهايتهم 1.3 23 كويس جدا ده بالنسبة للضريبة الاضافية فيه بقى بالنسبة لضريبة الدخل فيه ميزة تانية اللي هو قانون 16 ساعة 2020 ان احنا هنعمله تجاوز 30% كمان يعني ايه يعني لو نتخيل ان الممول عليه مليون جنيه وعليه فوائد تأخير 500.000 هتجوز له الاول عن 30% من ال500.000 ماشي تمام كده والمبلغ الباقي هتجوز له عن 65% كمان يعني هتديله 30% هيدفع 5% من الغرامة اه هيدفع 35% من الباقي يعني ايه يعني مثلا فوائد التأخير 500.000 هتجاوز عن 30% ماشي دل 500.000 في 30% 150 هيبقى كم هيبقى 350.000 هتجاوز 65% من 350.000 حلو تمام هيبقى رقم هو ده اللي هيتسدد خلال 6 شهور ده بالنسبة لفوائد التأخير ثم ده حلو طيب انا دايما بسمع انه المصلحة الدرائب مثلا على سبيل المسال اما بتيجي تاخد اجراءات بالشكل ده اللي فيها تيسير على النسبة تبقى حاملة زي دراسة وتقول والله نتيجة الدراسة دي يبقى معدل التحصيل بتاعي هيزيد بالمعدل الفلاني بالنسبة الفلاني اجمالي المبلغ المحصلة كانت قبل كده كذا مع القانون الجديد ممكن توصل لكذا اكيد عملته ده هو الحقيقة الدراسات المرتبطة بعملية التحصيل بتبقى نتيجها مختلفة على حسب سداد الممول لأصل الضريبة المستحقة عليه وان شاء الله في مرحلة بإذن الله في نهاية تطبيق قانون التجاوز فان شاء الله بإذن الله هنبدأ نعلن قيمة المبالغ المحصلة من المديونية المستحقة على الممولين وقيمة التجاوز اللي تم خلال الفترة بإذن الله في نهايتها يوم الأربع اللي جاي ان شاء الله طيب حلو جدا انا هروح لفاصل وهرجع بعد الفاصل بالسؤال الاشهر عند اي مواطن اللي هو في حالة الدرايب الممول يا جماعة ما بيدلناش فرصة ولو كانوا بس فتحونا المساحة شوية وأصلحنا لما بنروح بنلاقي الأمور معقدة جدا في حين انه دكتور محسن الجيار هو مدير خدمة الممولين بمصلحة الدرائب إذن هو أكتر حد ممكن يجاوبنا على هذا التساؤل من المواطنين إذا كان تساؤلا أو ادعاء مش هنقول باطلا ساعات المواطن بيقولها وهو خايف هو لسه ما تجربش بس وهم قال لا خلونا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام خلونا نقول لكم أهلاً وسهلاً مرة تانية ونجدد ترحيب بدكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الدرائب قانون التجاوز عن فوائد التأخير والضريبة الإضافية أنا كده فهمته يعني حتى بالنسبة للضرائب الدخل عدنا نحسبها في الفصل لقينا عملياً هتدفع أو المواطن اللي متأخر وعلي غراماته وفوائد هيتفع منها تقريباً حوال 24.5% طالما هيلتزم بما جاء أو يأتي في ظل هذا القانون المسألة هتفضل ماشية طول الوقت ولا بعد كده ممكن الموضوع ده ما يتكررش لا هو الأصل في الموضوع أن الممول يسدد الدريبة وفقاً للمواعيد المحددة حلو إلا أن قانون التجاوز جاء استثناء للظروف اللي حصلت فيه الدورة المصرية وتأثير بعض الشركات من الظروف الاقتصادية اللي موجودة فالحقيقة احنا كانت لا نية للوزارة المالية قبل كده أن هي تصدر قانون التجاوز والموضوع أن يبقى فيه قانون تجاوز كل سنة الكلام ده ممكن ما يحصلش تاني فعشان خاطر كده دي تضبر فرصة أخيرة للممولين أن هما يستغلوا قانون التجاوز وأن هما يسددوا أصل الضريبة علشان يقدر يحصل على التجاوز 35% اللي قرروا القانون عايز أحيد برضو سيادة سيادة المشاهدين علما أن في نفس القانون تم مد والتجديد بإنهاء المنازعات الضربية الحقيقة القانون 79 لسنة 2016 بدأ يقول أن لو عند حضرتك أي نزاع ضريبي في لجنة داخلية في لجنة طعن في حكم المحكمة يجوز لك أنك أنت تقدم طلب لجان إنهاء المنازعات الضربية وفي الوقت ده بيتقدر تحل المنازعات الضربية دون الخلل في الإجراءات اللي حضرتك ماشي فيها الحقيقة احنا في مصطحة الدرايب رصدنا إنهاء المنازعات الضربية من ساعة مقنشئة تلك اللي جان حتى يونيو 2022 اتقدم للي جان 58 879 طلب الحقيقة أنجزنا منهم 57 149 طلب الحقيقة تم الاتفاق على 41 مليار جنيه 149 مليون جنيه والحمد لله رب العامين تلك الملفات تم الانتهاء منها حوالي 1700 طلب بالضبط كده خلاف الطلبات اللي إن شاء الله متعشمين إن لو فيه ممول حابب إنه هو ينهي المنازع الضربية بتاعته إن شاء الله هيتم إنجازها حتى نهاية ديسمبر 22 عظيم جدا إيه اللي يفرق ما بين ممول جاي برجليه وهيتعمله أو هيطبق عليه هذه الأليات الخاصة بالتجاوز أو قانون التجاوز وممول والتاني مصمم هو أنا مش موجود وحد شو خباله مني حاسس إنه قعد في الضل كده لا الحقيقة خلال الثلاث سنين اللي فات والحقيقة مصطحة الدرايب كانت في تطوير كبير جدا 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 وميكانة غير عادية وكان الهدف من عملية التطوير ويهي الميكانة الغير عادية هو تشجيع الاقتصاد الغير الرسمي ويضمه إلى المنظومة الرسمية وبالتالي أنا لما يبقى فيه ممول حاسس إنه هو ممكن ما يكونش متشاف من قبل مصطحة الدرايب المصرية فمن خلال التحول الرقمي اللي بتقوم بمصطحة الدرايب المصرية هو فيه غير مأمن في ذلك لإن إحنا طبقنا أكتر من طريقة وأكتر من عملية نجحة في عملية التحول الرقمي زي الإكرار الإلكتروني واللي تم الانطلاق فيه في شهر عشر 2018 والانطلاق فيه منظومة الفاتورة الإلكترونية فيه 30-6-20-20 والانطلاق فيه منظومة الإصال الإلكتروني في 1-7 سنة 22 الهدف من تلك المنظومات الإلكترونية هو توفير معلومات المعلومات دي بتساعد مصلحة الدرايب المصرية في حصر الاقتصاد الغير الرسمي وتشجيعه مبدئيا فيه للانضمام للمنظومة الرسمية وفي حالة عدم انضمامه إلى المنظومة الرسمية بيتم تطبيق عليه العقوبات المقررة وفقا للقانون والعقوبات عندنا بيوصل للتهرب الضريبي لأن الممول بيدفع الضريبة وبيدفع التعويض بتاع الضريبة وممكن كمان يوصل التهرب الضريبي إلى السجن من 3 ل 5 سنين فعلشان خاطر كده احنا دايما في مصطحة الضريبة المصرية بنحاول بشكل كبير جدا ندعم الاقتصاد الرسمي وبنقول لي الممولين اللي هو اللي مش عايز ينضم إلى المنظومة الرسمية من خلال التطور التكنولوجي اللي مصطحة الضريب بتقوم به هنقدر نجمع معلومات ونساعدك على أنك تتخش جوال منظومة الرسمية عظيم جدا طيب هل أقدر أقول أنه من 18 لحد دلوقتي أصبح ملحوظ لديكم أنه تزايد في عدد الممولين بما يشير إلى أنه جزء بالفعل من الاقتصاد غير الرسمي بدأ يدخل في المنظومة الرسمية ده الحقيقة بالضبط كده وإحنا كمان الحمد لله بناء على انضمام الممولين إلى المنظومة الرسمية بدأنا ندخل أنشطة جديدة ما كانتش موجودة داخل المنظومة الرسمية زي مثلا نشاطة التجارة الإلكترونية زي مثلا اللي بيقدم محتوى على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا بدأ ينضموا إلى المنظومة الرسمية في جزء جدير كبير من الريتيلرز والهولسيلرز كانوا بيقدروا يشتغلوا من السورس نفسه ما كانش موجود جوه المنظومة الرسمية بدأ ينضم إلى المنظومة الرسمية وخاصة بعد تعميم منظومة الفاتورة الإلكترونية وخلينا أقول أن إحنا في منظومة الفاتورة الإلكترونية وصلنا إلى المرحلة التمنى لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وحبيب أقول أن فاتورة الإلكترونية إحنا من رواة تطبيق الفاتورة الإلكترونية في الشرق الأوسط كاملا الحمد لله إحنا خلاص قاربنا على الانتهاء لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في 15-20-22 إن شاء الله هنطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية في الإسكندرية والبحيرة ومرسم أطروح في 15-9-22 وفي 15-10-22 هنطبقها في الغربية وفي الشرقية وفي المنوفية وفي وسط الدلتة وفي 15-11-22 هنطبقها في الدأهلية وفي بورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال سينة وجنوب سينة وفي 15-12-22 اللي هي آخر مرحلة في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تمام كده يبقى إبلي كله بالضبط كده من الفيوم لأسوان والودي الجديد والبحر الأحمر يبقى كده إحنا كملنا منظومة الفاتورة الإلكترونية على مستوى جمهورية مصر العربية لحصر التعامل ما بين كل منشأة ومنشأة أخرى أما التعامل ما بين المنشأة أو الشركة إلى المواطن أو المستهلك النهائي وهي دي منظومة الإصال الإلكتروني إحنا الحمد لله انطلقنا في منظومة الإصال الإلكتروني في 1-7-22-153 ممول من القهرة الكبرى والإسكندرية وإن شاء الله المرحلة التانية بإذن الله في 1-10-22 على 400 ممول في القهرة الكبرى والإسكندرية وفي إن شاء الله 15 يناير 23 على 2000 ممول في القهرة الكبرى والإسكندرية أما المرحلة الرابعة فهيكون على كل ممولي القهرة الكبرى بالكامل إن شاء الله خلال عام 24 القهرة الكبرى والإسكندرية وإحنا بقسمينها وفقا للأنشطة والمرحلة دي هتنطلق من 15-4-23 حتى 15-4-24 أما بقى بقى جمهورية مصر العربية فدي المرحلة الخمسة والأخيرة هتنطلق بإذن الله 15-7-24 وهتنتهي بإذن الله 15-7-25 يعني حتى 15-7-25 هبقى زي زي أدخل دول موجودة في أوروبا إن شاء الله منظومة متكاملة منظومة متكاملة ما بين إكرار إلكتروني إصال إلكتروني فاتورة إلكترونية إصال إلكتروني ده بالنسبة للتعامل مع الجمهور داخليا بقى في مصطحة الدرايب هتقوم بالميكانة والدمج الدريبي خلال الفترة دي كلها فإن شاء الله هيبقى فيه فحص إلكتروني بإذن الله تعالى رد ضريبة إلكتروني كل المعاملات إلكترونية مش هيبقى فيه تقدير جزافي مش هيبقى فيه نزاعات بالشكل الكبير لأن خلاص كل حاجة بإذن الله تعالى هتكون بشكل ممعين اللهم بلغنا 15-7-25 اللهم أمين يا رب وفي الليلة الحلوة دي نطلع نحج بقى يا رب والنبي أنا أشكرك جدا يا دكتور نورتنا وشرفتنا اللقاء كان قصيرا إلى أنه مركز مفيد رائع ومشجع وممتلق بالتفاؤل وبالأمل المبنى على حقائق بالمناسبة كل الشكر لك يا دكتور نورتنا وشرفتنا كل الشكر لدكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب روح سد الضرائبك ومن غير ما تبقى قلقان أنت زي الفل اتأخرت هيتعمل لك خصومات واللازي منه الدنيا حلوة يعني مفيش بعبع في الموضوع وفي النهاية خالص ما هو كله راجع لك ولينا في ده كلام بس إن شاء الله بكرة في نفس المعاد ربنا يديلنا وديلكوا طلط العمر وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة